أما آخر خبر معنا فنقدر نقول عليه أنه مش بس متصدر الترند لا ده كمان عمل حالة من الخوف والزعر عالميا الأيام اللي فتت ظهر التحذيرات من انتشار فيروس اسمه نيبا وده بعد انتشاره بشكل كبير جدا في الهند وبنجلاديش وبعض دول شرق آسيا وطبعا ده كانت تكتو أن في بعض الولايات في الهند أعلنت حالة الطوارئ والإغلاق الكامل زي ما كان حاصل في وقت الكورونا بالزبط وده طبعا بسبب تفاشي الفيروس اللي بينتشر بشكل سريع جدا وتسبب فيه عدد من حالات الوفاء فيروس نيبا هو فيروس قديم وكان أول جهول ليه في سنة 1998 في ماليزيا وعشان نعرف أكتر عن الموضوع سيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور إسلام عينان أستاذ علم انتشار الأوباء أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا وسهلا خير مصدد أهلا وسهلا بكل شديد الكرام دكتور إيه حكاية الفيروس ده هل هو فعلا خطير زي ما الصحف العالمية بتقول ولا لا يعني شكرا على المقدمة اللي مهدت الطريق يعني زي ما تفضلت بالزبط يعني هو الفيروس قديم لو تكلمنا على نسب وفرياته فهو يعتبر خطير في نسب وفرياته لأنه نسب وفرياته ممكن توصل لـ 75% من مصابين حمد لله هو نسب دايما بيصوى بتاعته قليلة للغاية يعني احنا حتى في الموجة الحالية بنتكلم ست حالات أو ثمان حالات يعني دايما بيبقى الحالات بتاعته قليلة وإحنا عموما يعني كل سنة بيجي حالات أو ممكن تفوت سنة ويحدة السنة اللي بعدها فالفيروس متفشي أو بيظهر أعداً في أسيا مبين ماليزيا، تناثورة، بنجلاديش، الحالين نصنع في حالات الهند لكن طبعاً هو بعيد عن منطقة الشرق الأوسط يعني ما بيظهر لناش حالات يعني من أول ما تم اكتشاف الأول حالة عندها هذا الفيروس حتى الآن ما حصلش أي حالة الحمد لله موجودة في محصفها لو عايزين نتكلم على الحمد لله نتطمن أو لا أو الحمد لله إحنا بعاد عن المنطقة الجغرافية لفيروس ميجر هل مثلاً لو حد بقى المحتاج ياخد باله مين هيبقى الناس اللي يتساثر دي المناطق دية أسيا هم المحتاجين هم ياخدوا باله مش أكثر من كده طيب، دكتور الفيروس ده جاي من إيه أسنا؟ نعم، إحنا طبعاً ده فيروس من الفيروسات اللي هنسميها الزوناتيك فيروس الزوناتيك يعني بينتقل من الحيوان للإنسان فبيجي للبشر من الحيوانات وصعب قوي ينتقل من شخص لشخص فهو عادةً بيجي من الحيوانات مباشرةً للإنسان طبعاً هو بيجي ما يأما من خفاش الفاكهة فإحنا برضو تاني هنرجع تاني من موضوع الخفافيش ساعتها بيخفاش الفاكهة نفسه هو اللي عنده الفيروس بعد كده بيأكل سواء مثلاً بلح أو طمرة غالباً حتى أكتر حاجة فيها اللي هو البلح الملوث النخيل اللي هو مابوسة أسيا لو حد أكل الفاكهة دي نجر ما يفضلها أو إن مثلاً حيوان تاني أكل نفس الفاكهة بعد كده شخص تتعامل مع الحيوان ده هيتم العدوى فإذا نتشاهد كده طريقة العدوى بعيدة شوي عن محيط خياتنا يعني إحنا ما عندناش خفاش فاكهة منتشر في المدن ما عندناش خنزير اللي هي عادةً هي اللي بتاكل الفاكهة الملوثة بعد ما خفاش بين فكهة فدي طرق العدوى والحمد لله يعني حتى الآن رصد العدوى من شخص آخر مادرة للغاية مادرة عشان كده الموجة بتخلص عادةً بأقل من عشرين مصاب أو أوقات ممكن توصل لأقل من ألف يعني أكثر حاجة ممكن توصل لألف مثلاً مصاب والموجة تخلص ونستنى بقى أستنى لبعدها وبعدها في سنتين سفر الموبال يعني إحنا بنأكد أنه ما زي كورونا خالص في طريقة العدو لا لا مختلف كماماً كورونا كان بتوصل العدوى أوقات لأن كل شخص بيعجي ثلاث أشخاص مباشرةً ده يعني عدوى سريعة جداً وتريعة الانتشار عشان كده كان دايماً أي متحور في كورونا ننلاقيه بعد شهر أو شهرين انتشر في العالم كل لأن خلاص ما ينفعش أن يحصل عليه أي سيطان فطبعاً إحنا لو تكلمنا عن المستوى العالمي سنيبا واحد من العشر أمراض على التوب تن في منظمة الصحة العالمية كأكبر مخاطر الصحة العامة يعني هو مهم لأنه طبع نسب وصياته عالية لو حد جال الإصادة مهم أيضاً لأنه حتى لأنه ملوش ولا دواء ناجع فعال ولا لي لقاح أو يعني فعال أو تم تطويره عشان الناس ممكن تاخده قبل الإصادة طبعاً حتى لهم مش الإصادة يعني دكتور الخمس أو ست حالات اللي حضرتك بتقول عليهم أنهم ظهروا ماذا حصل لهم الآن؟ نحن حالياً الاثنين منهم للأسف توفوا والباقي موجود في المستشفيات تحت الملاحظة وهو علاجه وعلاج أعرابي يعني كما تكلمنا هو ملوش علاج خصيصاً له طبعاً يتعالج الأعرابي لو الحالة تلاحق إتبادري نسبة الشفاء بتقارب مية في الماء المشكلة كلها لو الحالة تدهورت والتادت تخش في مشاكل تنفسية لأنه بيجيب انتفاليتس اللي هو أمراض الجهاز التنفسي الحادة مثل التهاب الرؤوي وأوقات بيجيب انتفاليتس لأنتهاب الدماغ طبعاً ده لو اتثابت من غير متابعة لو اتبعت من الأول غالباً الانتهاب الدماغ القاتل انتفاليتس أو جهاز التنفسي للأمراض الجهاز التنفسي الحمد لله تلاحق من الأول والحالة بتخرج من المستشفى وتتم الرعاية بها غالباً بخلال ثلاثة لأربع سبيع بيكون رجعتين تليجين طيب دوكتور لو حد مسافر البلاد اللي احنا على القانين منها دي يحتاطي ازاي طبعاً غير الكمامة هو عادةً لو رايح مدينة مش يبقى فيه أي مشكلة كبيرة والوقاية دايماً والتحذير بيبقى لو حد رايح غبات أو رايح سفاري ممكن يبقى فيه تعرض الحيوانات بالراية ما فيه خذفيش وما فيه خنذير وخلاله الحاجة المهمة في الاسنالي طبعاً ديو حرجت بقارة كده الكمامات لكن الكمامات مش هتبقى فعالة أو لأنه بينطاقل نادراً من الإنسان لإنسان الأحسن هو أن يتجنب تماماً شرب أعطارة النخيل دي حاجة طبعاً مشهورة في أسيا ممكن تشرب يعود تتخطع للأكل ما يكلش أي أكل متعري أو مكشوف أو ما يكلش أكل مباشرةً من الشجر أو من السفاري اللي هو مسافر فيه دكتور إسلام بشكر حضرتك جداً على المداخلة أو كرون ديو